ازايكم يا احلى جمهور حكاية هنا قناتنا بتارد كل انواع للحكايات والروايات بشكل مختلف وكمان بنقول اللي عنده قصة او مشكلة بنعرضها له في شكل درامي على القناة وقبل ما نبدأ حكايتنا ياريت تدعمونا باللايك والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم ويلا بينا نبدأ حكايتنا في قناة حكاية هنا احببتها صعدية ساعة الانتقام يسبح البشر اقصى ما يخافوه انا قلبي يشبه لوح ازاز مش قالة شغالة في جهاز انا عادي جدا بنجرح بالله بلاش الاسود وبلاش تخونه وتجرحه او تحسده لو ينفرح وفي العيادة بعد ثلاث ساعات من الاحداث السابقة احمد فا يا حج نعمان نقدر ندخله نتطمن عليه للأسف يا حج صعب كلكم تدخلوله الموضوع هيبقى مرهد جدا بالنسباله خصوصا ان حضراتكم كتير خلاص هدخل لي حالا واتطمن عليه واخرج على طول ماشي يا حج بس ما تتكلمش معه كتير علشان هو كده تعبان اللي تشوفه يا دكتور دخل الحج نعمان الاحمد لاناعم على السرير ومفتح هناك وكان باين عليه انه بيتقلم ومش في وعيه بالكامل سلامتك يا ولدي لما الموضوع كله حصل خلا بقى بيدور على جنة ومفيش على لسانه غيرها يبقى كده في حاجة بينهم لان مفيش حد بيهلوس غير اللي في قلبه واكيد ده اللي خلت انقذه والحج نعمان حاضر يا ولدي ارتاح انت وانا اجيبها لك لحد دهنه وكلهم برا واما الحج نعمان خرج لهم علشان يطمنهم على احمد والحج قال لهم بقى كويس بس لسه ما فاكش من البنك وراح نحيت نعمة واخدها على جنب خير يا ابا طمني في حاجة ومعايز ستجولها قدام اخوتي ايوة يا بتي كنت عايز اعرف كل حاجة عن الممرضة اللي اسمها جنة دي والله يا ابا ما عرف حاجة عنها واصل كلها اللي عرف عنيها انها جالت اول ما جات انها من طرف العمدة طيب يا بتي روح انتي امرك يا ابا بقولك يا ابا لازم نبلغ الحكومة علشان تعرف مين اللي عملها الحكومة العمرها ملهاش صالح بتارنا عايز اهل البلد على اخر الزمن يقولوا علينا ان الحج نعمان وولاده ما يعرفوش ياخدو بتار وادعمهم فجابوا الحكومة اخد لهم تارهم كلام عصام صح يا ولدي انا مبلغش الحكومة العمدة مصلحي دخل في اللحزة دي كلام ايه يا نعمان بقى احنا بنوع اهل البلد ونقول لهم كفاية تار ودم انا اول ما عرفت الخبر قلت اكيد انك بلغت المركز ويجيت جارية طمن على الدكتور احمد عظيم بي من من تنبلغ المركز ولا تبقى قطيع بناتنا اليوم الدين يا مصلحي بقى عايز اقطع لبناتنا عشان عايز اعمل الصح يا نعمان ده احنا عشرة عمر 40 سنة عالحلوة والمر وجاي دلوك تقول لي نقطع لبناتنا ما كانش العشم يا خوي وسبهم وخرج ايوه يا عباس ما بتروضش عالتليفون لكده اصلح اصول حاجة غريبة يا معتزبية حصل ايه قول فضلت ماشي وراها لحد ما وصلت بيتها واستنتها برا البيت وما فيش شوية ولقيت حد متلثة من جنب البيت جيت عليها علشان اوقفه قلت يمكن حد عزاها وانت موصين عليها فجيت اوقفه لقيت ومسك فيها ونزل فيها ضرب شديد وشلت الشاري لمتلثة به لقيت اهيه وراحت ضربتني بالبوكس ما دريتش بالدنيا انت تقلب البلد كلها وتدور عليها وانا هبعتلك ناس تانية دلوقتي ما تسبوش شبر في البلد الا ما تدوروا فيه وبالذات في الاماكن المتطرفة على حدود البلد امرك يا بيه معتز ايه في المعاوة وعمل مكالمة تانية الو ايوة صلاح عايز عشر رجلة دلوقتي بتلت عربيات على قل يجولي حالا في المكان اللي انا هقولك عليه من خلال نص ساعة ويكون عندي لحظة توقفنا في الفصل اللي فات عند شط البر التاني سامبو ماشي ناحية البر التاني رايح للمعدية زي ما قاله قرم عشان يقضي صهرته وفجأة لقاها قدامه واحدة متلت ما من انت وعايزة ايه ولا متلت ما ايه يا حرمة انا بنت الجبل يا واضي الحرام انت اللي بيقوله عليها عفريتا اللي ضربت نار عليها والانفار بتوع البيت اللي في الجابهة التانية الحجة هيفرح جوي لما اكتلك عيزة ايه باجة قوليلي قبل ما اخلص عليك جا ياخد بطار الدكتور احمد يا واضي الحرام مفيش غيرك اللي يعملها يا كلب سيدك وانا هاخد بطار البيع اللي بوصيها للحج كرام لما تقدر تخلص علي ابن جا فكر في الحج بتاعك وطلعت سلاحها وسامبو في نفس اللحظة طلع سلاحه وقفوا الاتنين قصاد بعض كل واحد موجه السلاح لناحية التاني وهاجر كانت الاسرع في ضرب النار وضربته في ايده وضربته في ايده المسدس واقع على الارض وبعدها ضربته في رجله دي عشان انت خصيص وطخت راجل وانت متخفي كيف الحريم انت عايزة ايه انا هديك كل اللي خدتهم وهمليني الحالي جبان والجبان مالوش ثمن هاجر ضربت رصاصة في الرجل التانية دي عشان الدكتور ما ماتش لو كان مات الله في سماء كنت اقتلتك وقتي اتحراجت هاجر عشان تمشي وما خديتش بالها من سامبو اللي زحف ناحية المسدس بتاعه ومسكف بايده السليمة وسامبو اردرب رصاصة ناحية هاجر بس ما كانش شايف كويس جلتلك هاكتلك ياه هاجر لسه هتلف حست بنار في كتفها وقعت على الارض وبتبص لقت نفسها بتنزف وحاولت تقوم بالعافية وراحت ناحية حصانها المربوط ورا الشجرة وحاولت تركب لكن وقعت اول مرة وركبت تاني مرة بصعوبة ومشيت ان المسافة بعد كده ما حستش بنفسها وقعت من على الحصان وفي الاسكندرية قبل الاحداث دي ب 27 سنة قرم بعد ما ساب البلد وهو ما معهش ولا مليم وراح على عيلة من البلد بس سابوها من زمان وهما استقروا في اسكندرية وبقالهم تجارة وشغل كبير لكن ابوه كان شغال عندهم في البلد وقرر يروح لهم ويشتغل عندهم اي حاجة السلام عليكم يا حج الساعد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا بلدين اتفضل مش فكرني يا حج لا والله سمحني الدنيا بتنسي انا قرم ابن حسنين الكلاف المسؤول عن البهايم اللي كان شغال عحداكم في البلد قبل ما تسبوها يا الف اهلا وسهلا بابن الرجل الطيب كيفك وكيف ابوك اعذرنا جسرنا معاه بس انت عارف الدنيا ومشاغله ابو يا الله ارحم من ثلث سنين البقاء لله الله يرحمه كالراجل طيب في حياتك البقية يا حج طمور يا ولدي اي خدمة اقدر اقدمها لك ما هو ما تأخذنيش يعني ميجيتك دي لها سبب والله يا حج نجاي قصدك تشوف لاي شغلانه حاكم البلد ما فيهاش اي رزق خالص وطلعت انزل اسكندرية اقصدك وعشم في ربنا وعشم في ربنا انك ما تكسرش بخاطري يا ولد انا بشغل الغريب جبل الجريب مش اشغلك انت بجه يا ابني الغالي ده العشم برضو يا حج ربنا يبارك فيك وانا والله اخدمك بعني وانا هلاقي فين حد زيك واثك فين ابني ناس طيبة ومضمون بص يا كرم انا ما بخلفش ومقاطع بجيه اخواتي على شنطة معنين فيه ومليش غير اختي الصغيرة جنة اخر العنقود وليبقى كل الدنيتي انت تشتغل معايا هنه في الوكالة مرت الايام وكرم بتتقرب من الحج سعد اكتر واكتر لحد ما بقى بصق فيه يا كرم نعمين يا حج تؤمرني بأياتها خدمة عايزك تروح البيت عندي تودي الحاجات دي علشان طالبينها ومستعجلين عليها على الغده حكما نجاين لضيوف عقبالك يا كرم متقدمين لجنة اختي الف الف مبروك يا حج وبنا يتمن بخير خدول جيب جلبية وعمة جديدة يلوجبوا الجاعة للنهار دي انت هتيجي معايا فيها بجد يا حج ايوا يا واد يلا اعمل لك همم مال قرم راح بيت الحج سعد وهناك فتحت له احسان مرات الحج سعد ست اسكندرانية منفصلة ومعها ولد من جزه الاولاني وعندها حوالي 35 سنة من عيلة وعلى قد حالها اتجوزها الحج سعد علشان ترعي طلباته وتوني سخته جنة السلام عليكم يا ست احسان دي الطلبات اللي بعتها الحج سعد علشان عزومت النهار دي طب استنى مما شوفهم احسن يكون فيهم حاجة ناقصة ولا حاجة خلي راحتك يا ست اسطات الله صحيح اخبار العلو الساقية بخير يا اخوية والله ما عارفة هقدر على فرقها ازاي دي خلاص بقت معازي تختي الصغيرة ربنا يخليكم لبعض يا ست اسطات عايزين نقولها مبروك مؤدما طب استنى الحاجات طلعت ناقصة هدخل ابعتها لك على ما اكتب لك باقي الطلبات في ورقة ودخلت احسن تنده على جنة وقالت لها تطلع تسلم على القرم علشان عايز يبارك لها جنة جت وهي مكسوفة وبتبص القرم اصلا هي يدوب بنت 18 سنة وتقريبا ما خرجتش برابيت اخوها الا مرات تتعدى على الايد قرم مدي ايده علشان يسلم عليها وهي تحرجت لكن مدت ايدها علشان تسلم عليها وهو طويل اوي وهو مسك ايدها تعرف يا جنة انا اول مرة شوفك من قريبك ده كنت هلمحك على طول واقفة في الشباك لكن اول مرة شوفك قدامك ده والله صحيح اللي سماك جنة وانت جنة بصحيح والله انت خسارة في اي حد انت تستاهل يسد الرجال كلهم يا ست البنات جنة اتكسفت ودخلت تجري على قضتها وكانت احسان خرجت بالورقة اللي فيها باقي الطلبات علشان قرم يجيبها لها ونزل قرم وجب باقي الحاجات ورجع تاني يدها الاحسان معلش يا قرم تعبتك معايا بس لولا الحاج سعد مشكر فيك قوي وقال انك جدع وانه باعتبرك زي ابنه ولا ما كانتش بعتك لحد البيت هنا وكمان قال لي مبارح انك هتحضر القعدة والله يا ست الستات مش عارف ارد جماعي الحاج سعد علي والحاج الصراحة يا زين مختار ست تقول الجمر جم ونجعد مطحك ايوه على لسانك اللي بي نقط شهد لا ما اخذ يا ست الستات ما تكونيش اتضايقت من الحديث ما تضايقتش ولا حاجة بس مش متعودة على كده يا خويا ازاي بس ده تلاقي الحاج ليل نهار يقول للكلام ما حد يسمعه قبلك ده الحاج ما بيعرفش يتكلم غير في الشغل او يعد مع جنة يضحك معها غير كده لا الصراحة يا ست الستات انت يعني وما تأخذنيش في دي الكلمة لو مرتي انا ما كنت يسبتك دقيقة واحدة وكنت هفضل ابوس ايدي ليل نهار على الجمر اللي ما فيه الست في جمالها ودلالها واللي ستات الدنيا كلهم ما يساووش تراب رجليها احسانك كسفت قوي طب يلا عشان ما تتأخرش على الحاج عاشت كتير مصدومة فيه مسكة دموعها بتبتسم وقت الفرق هتقول له ايه غير بس ضحكة هتترسم تداري وجعها بالعافية علشان من جواها مقصورة تعيت كل يوم الفجر وتضحك بس في الصورة وفي العيادة في الوقت الحاضر بتي يا نعمة لازم ادخل لأحمد اتطمن عليه ازاي بس انت نسيتي كلام امك واللي جالته قبل سابق احمد ابن عمي وانا لازم اتطمن عليه طب وط حسك انا هروح لامة اتحدث معها واشغلها وانت تدخل الجواب نعمة راح تقعد مع الحد امينة وتتكلم معها الا تقول ليلي يا بيت يا نعمة ساح انت ما تعرفيش حاجة عن البيت الممردة دي هي ما بتتحددش معايا واصل بتيجي العيادة تفضل جاعدة هنا في الاستقبال لحد ما تيجي واحدة تدخلها للدكتور احمد على طول فتدخل معاها وتخرج وياها على طول يعني ما بتقعدش مع احمد ولا بتكلموا لوحدهم بس يما النهاردة قبل اللي حصل دي بعد الست اللي كانت بتكشف عليها لاجتها مخرجيتش وانستغرابت مفيش دجايج لاجتها خارجة وبين عليها متضيقة واحمد خارج وراها ومتعور في ايده وقبل ما حد فيهم يتكلم دخلت البيت اللي جدامها شوم وجالت ان امها بتولد فاحمد خارج جاري وهي راحت تجيب اللوازم يلحقوها وحصلوا لحصل انا مش مرتاحة للبت دي جالبي متوغوش ولازم نعرف جرارها وجايلنا من ايوتها داهية وفي الوقت ده اشواء دخلت لحمد لقيته نايم قعدت جنبه على طرف السرير وبقت بتكلمه اشواء وهي بتعيط والنبي احمد فقوة مني عليك والله ما عايز حاجة واصل لارتجون بالسلامة انا بحبك يا احمد بس والله ما عايز حاجة غير سلامتك الله يخليك رد علي احمد بدأ يتكلم وهو مغمض عينيه ما سيبنيش خليكي مش هزعلك تاني اشواء اتصدمت من الكلام وقربت منه ومسكت ايديه انا جنبك يا احمد ومش هسيبك واصل ما سيبنيش يا جنة خليكي جنبي اشواء اول ما سمعت اسم جنة سحبت ايدها وقامت ووقفت ومسحت دموعها وخرجت بسرعة وعلى حدود البلد يلا يا رجالة مش فاضل غير الناحية دي يلا قبل الشمس ما تغرب مش هنعرف ندور كويس وفضله يلف بالعربيات لحد ما معتز شف حسان هاجر بسرعة حرك بالعربية ناحيته واول ما قرب لقى هاجر طبعا ما يتلتمة ونزل وحاول يفواها هاجر فتحت بصعوبة انا فين فوق يا هاجر انت مضروبة برصاصة في كتفك لازم ننقلك المستشفى انا حاسة بوجع هي اقتعى دراعي بس ما حساش بالطلقة شوف كده خرجت من اليمة التانية ولا لا ايوا باين في جرح من الناحية التانية يبقى دخلت في اللحم وخرجت من اليمة التانية من غير ما تعجف عضم ولا اوطار يلا سد الجرح ده لازم يتخيط دلوق معتز سد الجرح اللي بنزف وخليه حد من الرجال يجيب عصير وشنطة الاسعافات الاولية من العربية بعد كده نقلها بالعربية بتاعته وبعد حد يجيب لوازم خياطة جروح ويحصلهم وفي خلال ربع ساعة كان وصله البيت وفي خلال ربع ساعة كان وصل البيت اللي هو اخده واقعد فيه وفضل يشربها عصير وهو موقف النزيف الدم وهي شبه مغمى عليها وبعد عشر دقيق جاه الراجل ومعال حاجة فوق يا هاجر وقليلي الصرف ازاي دلوقتي اديني في مكان الجرح حجنة بنج موضعي وطهره بعد ما تخيطه وخلاص عليك ده هو انت بتتكلمك اني رايح ارسمك هو انت بتتكلمك اني رايح ارسملك حنة انا خياطك انا خياطلك جرح رصاصة انشف يا معتز وخلص الجرح ما يتسابش مفتوحه خالص امر لله معتز نفس تعلمات هاجر ودلع حقنة بنج وطهر الجرح وبدأ يخياطه وفيلا كرام ايوا يا ديا السامبو فينك دلوك يا ولا وما تتحددش معايا ليه دو قول لي وصلت ولا هي الحريم كلت عجلك يا ولا الحاجنة حاج انت الجبل طخطني جربي المعدية ناحية البر الثاني والخطة افل كرام نزل خدر الجلته ورحمة كان ما قال له سامبو لقى مرمى على الارض وصيح في دمه وسط الشجر ولا يا سامبو من يل عمل فيك كده بنت الجبل اللي ضربت نار وبواصة العمل ايه اللي فاتت حاج كتش يا تاخد تارد دكتور بقى حور ما تعمل فيك يا ولدي المركوب انت بس انا تاخدها حاج ويا فين بقى انا مش شايف جتتها ملقحة جارك يعني ما هي مشة حاج الظاهر انك بقيت جبان وما لكش عازة وطالا ما تعرف انك انت اللي تاخدت الدكتور مش بعيد بلغوا اسمي يجي فيها انت كنت بتخدمني زين يا سامبو بس خلاص يا وله انت بجد كارت محروج لا لا يا حاج ارحمني انا خدامك كرم طلعت بانجا وخلص على سامبو ارمو جتة الكلب ده عند اول البلد علشان الناس تلاقيها وتنشروا في البلد ان اللي قتل سامبو بنت المركوب اللي اسمها بنت الجبل وان الله هيدل عنها باي حاجة للحلاوة عشر تلافي جنيه امرك معلم كرم امرك معلم كرم ايه رأيكم في حلقتنا النهاردة وما تنسوش تدعمونا باللايل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس وما تنسوش يا حبيبي حكاية هنا لازم ان تدعموها وكده خلصت حكايتنا النهاردة ويريد تقولوا توقعاتكم وما تنسوش تدعمونا باللايل والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس علشان احنا بنكبر بيكم وليكم وتقولوا ايه رأيكم في قناتنا سلام اشتركوا في القناة